لو كان تحكيلي تقول لي معناتها؟ تقول لي تقول لي وين تنجم تكون الاعتصامات هذية واحتجاجات هذه نقول لكيماتت تكون تكون عن طريق هيكل مقنن تكون عن طريق الاتحاد اللي عم تنسي الشغل. وهو اللي ينظم المسار هذية. ينظمه بطرق قانونية ويكلم هو للمصالح المختصة. وينسق معناتها مع الناس الناس المعنية بالامر وينظم ينظم اعتصام مفتوح قدام مجلس تأسيسي المجلس النواب هو اللي بيش يشرع القانون اصلا المطالب اللي قاعدين يطلبوا فيها هما معناتها مطالب مطالب كيما نقولوا انت واحد يغزر يغزر حد الخشمو معنا واحد يتكلم على كرية ولاخ يتكلم على منحة ولاخ يتكلم على كوش هات خنقسمو تره الناس اللي مشيركين والفنانين اللي مساهمينو موجودين توفي حملة سايب اللي بشانتيك انا اقتراحاته يدي انا مساهم فيه الموضوع في وقتي من بعيد بقى مشيتش لهنا تاوي من بعيد ما انا مشيت انا الكرتاج ما عجبنيش الوضع يدي خاطر ما دخلتش ما دخلتش حبيت تدخل تقابل ما ما دخلكش وين اذا في كرتاج شدخلني ما كفنين من عاش تكلم يدي هديك المولا يديش بكم اخي ما انا يقول طولهم قل طولهم نرمال مو حتى واحد فيكم مذكيمة يجيب محامي يتكلم دخل سيد مهر الهمامي يدي ديك المولا هاي طول هاكا طول ما نحكيوه مع رئيس الحكومة تقول واحد ماشي يدخل سوق السعي طول كلام اذا طول ورئيس الحكومة يتقابل مواطنين وش دخلها رئيس الجمهورية قلتو وش دخلها يدي معنات رئيس الجمهورية ما اللي كان يحك راسه يمسي للغادي ما هيش سوق بومنديل انا بش نقول لك على حملة سايب الليل بش نعتيك بعض الاقتراحات وانتي نسبهم اعطيني نسبة في اثنية الغالطة انا رفع موضوع شاء الله ينشحوا شاء الله ينشحوا اللي عملوا فيه اثنية غالطة انا اذا عملوا اي انجاب بش يسيسوه طبو بش يدخلوا الواحد بش نحكيو عليه حذور النهيب السيدة عابير موسي بش نحكيو عليه الفنانين اللي موجودين توفي حملة سايب الليل بش نساميلك الاقتراحات وانتي يعطيني في سايب الليل بش نساميلك اربع حاجات وانتي تنسبهم با ناس حاسة فعلا بالقضية وحاسة وتحب تحسن وضعية الفنان واحد اه ناس جوز تحب تعمل بؤس تلاث ناس تحب تظهر في الميديا ويتحكي عليها ايه اربع ناس ما عندها حتى مصلحة غير انها تظهروا كهو با زوز لولانين ام زوز لولانين شنو مهو مش توقع زوز لولانين الناس حاسة فعلا بوضعية الفنان وتحب تحسنها موجود منهم قديش نسبة اللي هما اللي هما اللي هما اللي هما العاسفين فاهم اللي هما العاسفين معناها الفنانين لا كنا نلقى نورشيبة من العمارة ما تلقاش نورشيبة ايدي ما تلقاش من العمارة ايدي اجدخلني ايدي خلينينا نحكيه نحكيه على زازة نحكيه على زازة ايه بشو نعملك هما الاربع هذوما برش محمد هو الستانيس الخماسي بس هم فرزة وغيره بش ما ننسيش هذا مصطفى الدلاجي طبعا اللي موجود برش شو تحبي جاوبك انا راني ما انا ما نحبش ان اه نحبش ندخل فيه جدالات ومشاكل مع العبادة خطر فيه غينان عنه انا مش اه النجم نعمله بمشاكل معهم من كله ما يقلقني حد انا انا فيه غينان عنها المشاكل هذي وطرك الموضوع وطرني ايه خطري وطر خطر عندي نجم تكلم كلام اخر هو بالحق الكلام اللي نجم نقوله انا فهمت انا ما نقولوش على خطر انا احنا نكذبه شوية في التلافز او في اللي راديو فهمت معنا انت فيه غينان عن انك تعمل مشكلة شوف ايجا نفهمك اه شنو مربوحه مصطفى الدلاجي مثلا مش نختاروه اه ما عنديش مشكلة معاش شنو مربوحه مثلا من الاعتصام اللي عاملو الغاية منو انو حاسب الفنان كان موجود بحذية قل لي انا والحمد لله ما دين غير معني ايه شنية الغاية متاعو يوصل في سوت لي معه مناظل معنتها ما ينسبش الروح وصيفة المناظل لكن يقول حاسس وحامل القضية حاسس وحامل القضية الهدف فشنو يساند زمالي فشنو فمت انا مشكلتي معاهم شنو طوي انا انتي بالنسبة ليك كاينو مفاميه السبب رئيسي لليسايا قلت غالط انت ماشي كله غالط انا ما عنديش مشكلة انا تولكي باش نساند يا انا هو اللي عطيت اقتراح قلنا نمشي ونعملو اعتصام مفتوح قدام مجلس الليلة اي اخي انا قلت قلت اللمو بعضنا اربعين اربعين خمسين فنان كل واحد فيكم يمد مليون يحطوا عالطاولة ما نحبش احديث تاع فارغ جوسوية نوم دوتيران حط مليون عالطاولة باش نجيبو العاصفين من 23 وعشرين ولاية باش نجيبوهم حت توفر لهم الميني موم متاع انو ما عندو ويني 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 بيت تحت خيمة وما يبردش وياكل ويشرب وجوه به لكن تكون تحت اطار ما تخصش عليها محمد تكون تحت اطار امتاع الاتحاد اللي عم تنسي الشغل تكون مقننة ومنظمة ونعملو زوز محامين هما اللي يكونوا همزة الوصل ما بيننا ما بين رجال الدولة معنا تخطر ما تجيش نحكي انا ولا يحكي الدليجي ولا يحكي هنا نعرف نغني والدلجي يعرف يغني ولا يعرف يكتب وهذا يعرف يتكلم بالقانون قلت لك من العمار في قطلي شبك خليني في زازة معنا نعرف هاش نعرف زازة عمت عرش من العمار لا نعرفها ما عنديش بيها كونتاكت اه واضح اه مش من عرف هاش كيف اش من عرش من العمار اما قلت لهك تلعاز فينا متاحها هي وليديتي وصحابي شكيت شكيت لا ما تشكش شكك مش في محل فاهمني طيوه انا بار باركزامبل كي قلت لك انا طيوه الدليجي التمشي متاعه مثلا شنوه معناته شنوه شنوه الهدف متاعه تقول لي انتي ساند في شنوه يساند معناها كي نشوف الطلبات الطلبات على على رأيي انا الطلبات نشوفها اه يحبوا كالحلول الوقتية معناها يحبوا يا كريم تعله هما معناته غالبتهم عندهم الحق وتعبين العاصفين ولا تعبين امورهم المادية تعبة وامورهم الاجتماعية تعبة ومعناته وكرية ودرشنوه لكن قضية الفن والمشكلة الكبيرة اللي صارت فيها اعمقوا اكبر من الحكاية دي معناها انا كيفاش انتي تمدلي يا كريم تعله الفنين كيفاش تمدلي معناته امزية من عندك تمدلي ماندر وكي نعمل انا اعتصام ونعمل انبيت ما نعملوش مدينة ثقافة تقول عليها في بيت السلام تعداري هن نعملو على بزو معناها قدام البلاسة اللي تشرع في القوانين ونعملو مع ونعمل نعمل ناس تتكلم بالقانون معايا هي اللي تكون مرسال مني ليك ايجا تحرك تحرك في بلاستو صحيح تتحرك ليش مهر الهميمي وقت اللي مع احترامي شخصه ومشكور على المجهود اللي عم فيه لكن وقت اللي تحكر كوب وتدخل منظمات وتدخل معناتها تدخلها معناتها الوزارة الداخلية بش تحط بش تحط في الموضوع يتغلبوا باي مجلس النواة لاتحاد لعم تنسي للشغل ما ينجموش معناتها يتضم مثل ما حسابات تتحرك كأنك تحبها تتسيس لحكايا كيتقول لي مجلس النواة بنمشي قدام ومثلا ظهور النايبة سيدة عابير موسي كي كانت موجود فاش تتسيس وقت اللي بش يحط لي قانون تتسيس لا كيتقول لي انت مثلا نستفورة الاتحاد ولا نستفورة ام جيها معينة طولي حادم سيس لا لا كيتقول لي نستفورة شكون ولا شكون بش يحميني ولا يحكي باسمي يودي موش نجيها عابير موسي وظهور الاتحاد لعم تنسي للشغل فقط مكهو كان الاتحاد ما عندكش حاجة اخرى بظهور عابير موسي اي ومو سندتها اللي الحمل تسيب الليل والتضامن مع الفنانيين مثلا عاجبك انت شيئا ذاكا لا قل لي انت معا ولا ضد هذا يا دي انا ضد اي انا بالنسبة ليا فنان عندي عالم من تونس انا عندي استقلاليتي كاملة حتى سياسي ما يمثل كان جيت موجود تدخل عابير موسي اي شوش نعمله مشتعرك معاه لا تخرج ولا تقعد شنو اللي بشي شنو الفرق بين تخرج وانتقعد شو بشي ذيفة واحدة علامة ريضاء واحدة علامة لا لا نجم نتكلم اقول منش راضي وانا قاعد معلية معناتها من نجمش نتكلم حاطي اللي كمام على فمي حشك لا نتكلم بكل تربية معناتها وبكل اخلاق وبكل ما ما تعلمنا ولا غير راضي مشاركت عابير موسي في حملة سايب الليل ومستندتها الفنانية اي تدخل سياسي انا غير راضي عابير موسي غير راضي انا غير راضي على اي تدخل سياسي هي ولا غيرها علي ما جاتش كان هي جا نجي جلول انتي بالعكس انتي شو المهزلة نجي جلول سألوا سألوا مير الهميم يعجبني برشا في السؤال اللي سألول قالوا انتي خلينا كنت اه قبله زير توا انتي اه اه توا انتي عندك الحزب متاعك اكيد عندك مشاريع شنو مشروعك في الثقافة وليك اه قالوا تشننية معانتي قالوا ما زلت تلمفه في كارك معانيا ماكش عامل مشروع ثقافي هذيك البروبلايم وين فهمت اخويا مافهمينش مسئولية هذي البروبلايم انا توها مع اسحابي ريت اسحابي اسحابي الفنانين الذوكم انا انا ما نحبش نقول انه ما يستغلوا فيهم بش ما ندخلش مباعد انا معاناة فيه اصبع الاتهام امرني انا بالنسبة لي نحكى على روحي ما نخلي حتى انسان انا. يستغل. يستغل لي معناتها. فهمت خليني انا اخويا اذا كان ربحوا بارك الله فيهم انا نفر حلو. لكن بالنسبة ليا الراف الاخسارة اكتر منها. على خاطر اثنية ماشي ماشي صحيح. واضح.